سأتحدث قليلا عن الإنعكاس والإنعكاس المنتظم وغير المنتظم ولنبدأ هناك تصحيح بصير للفيديو السابق وهو تصحيح مهم جدا لأنه في هذه الصورة هنا تحدث عن إنعكاسين ذكرت أنضاء الشمس يصطدم بالبحيرة أو أنه ينعكس عن سطح البحيرة بانتظام ثم ينعكس عن هذا المجذاف ليصل إلى أعيننا وعندما ذكرت أين أشعى تمر في الفيديو السابق قلت أنه يذهب من الشمس إلى هذه النقطة من السطح لأنه هناك شاهدنا الإنعكاس وقلت ثم من هذه النقطة إلى هذه النقطة ومن ثم إلى أعيننا وتصحيح هنا أنه في هذه النقطة حيث الضوء إذا كان ينعكس إلى أعيننا لأنه عمليا نحن نراه نرى الشمس هناك إذن أشعى تضوء هنا تأتي مباشرة إلي مباشرة إلى عين الشخص لنرسم عين إنسان هنا أو أعيننا أضوء المنعكس هنا سوف ينعكس بسطحية نوعا ما إذن هو يأتي من الشمس يأتي من الشمس وواضح أنه هذا ليس دقيقا لكن أضوء أتم من الشمس من الممكن أن يكون أكثر سطحية لزاوية السقوط أو أزاوية بين أشعاع والسطح وكلما يصل هنا كلما يصل للمجذاف كلما يصل إلى المجذاف يصل إلى أعيننا وأريد أن أوضح لا نرى الشمس عند هذه النقطة إنه أضوء منعكس في هذه الصورة الشمس سوف تصل إلى المجذاف أكثر مما تصل إلى أعيننا النقطة حيث نرى الشمس إنعكاس الشمس هذا الضوء يصل مباشرة إلى أعيننا لا دعي لي أنعكس عن المجذاف وهذه كانت نقطة مهمة وجيدة عندما تفكر في الإنعكاس المزدوج الشيء الآخر أود التحدث عنه هو عند حدوث الإنعكاس المتظم وغير المتظم في نفس الوقت الآن نرى في هذه في كل أنحاء العالم في أي وقت نرى فيه نوع من الجسم مشعة شيء غير منها لكنه جسم مشعة ونرى هنا التفاحة وللتوضيح لنرى هذا الجزء الأبيض هنا والذي نراه وهو على الغلاف الشمعي للتفاحة هذا هو إنه مثل إنعكاس لمصدر الضوء بينما في كل مكان آخر إنه لون من ألوان التفاحة لنفكر ماذا يحصل هنا إذا كان يجب رسم السطح التفاحة لنرسمه هنا لنرسمه في لون محايد لنفرض لدينا هذا السطح سطح التفاحة هنا لدينا سطح التفاحة هنا وبدل من أن أرسمه على هذا الشكل يمكن أن نرسمه بشكل دائري بإمكانك تقدير أنها تفاحة دائرية إذا سطح التفاحة هو هنا لدينا مصدر الضوء إذا كان لدينا مصدر الضوء هنا وهو يبعث ضوءا وهو يبعث ضوءا إذن هو يستردوءا في اتجاه معين من سطح على سطح التفاحة وماذا يحدث على سطح التفاحة؟ هناك عدة أشياء تحدث هناك بعض أضوء ينعكس بانتظام أو في طريقة أخرى هو يحافظ على الصورة لكن ليس كلها لنرسمه إذا نظرنا على زاوية السقوط سوف تعكس الأشعة عند هذه الزاوية وإذا دخلنا على زاوية السقوط لنرى أنها سوف تعكس الأشعة عند هذه الزاوية أرسم خطوط على شكل نقاط لإظهار أنه ليس كل الأشعة تنعكس فقط بعضا منها تنعكس بانتظام لكن إذا كان هذا الضوء يصل إلى عينيك لنرسم وجه مناسب لنقول أنه وجه هذا الشخص وجه هذا الشخص حسنا هذه أذنه وهذا الشعر هنا هذا الحاجب وهذا الشارب أعتقد أنه أصبح لديك فكرة عامة هذا الشخص يرى كمية معقولة من مصدر الضوء التي نراه هنا لكن ماذا يحدث في بقية التفاحة وحتى هنا جزء من الضوء ينعكس بانتظام وهو نوع من الحفاظ على صورة مصدر الضوء بالرغم أن ذلك سيتشتت لكن الجزء الباقي من الضوء بقية الضوء ولتوضيح بعضا منه قد تم امتصاصه بعضا منه قد تم امتصاصه من السطح الحقيقي للتفاحة والبقية منه يعكس الضوء الأحمر ما تراه فعلا هو الضوء الذي لم تقم تفاحة بامتصاصه وما تعكسه التفاحة لكن هذا الضوء الأحمر بشكل ما أقصد أنه مجموعة مختلفة من الضلال هنا وينعكس بطريقة منتظمة لذا هذا الضوء النقي الذي يدخل هنا بعضا منه ينعكس بانتظام ونوعا ما يحتفظ بالصورة لكن بعضا منه لا يكون منعكس بانتظام لأن سطح التفاحة ليس أملس وسيكون بكل الاتجاهات وسيكون كهذا وبعضا منه سيكون هكذا وهذا يحدث في كل نقطة على التفاحة لذا مصدر الضوء لنرسم مصادر أكثر لضوء إذن الأشعة تدخل هنا من مصدر الضوء لكن كل نقطة على التفاحة أيضا فيها انعكاس غير منتظم وأتعكس فقط أضوء الأحمر جزء من الطيف ويمتس كل الأجزاء الأخرى من الطيف ما ترى هو تلك النقطة التي يكون فيها الطيف الصافي؟ انعكاسة الطيف الصافي هذه النقطة التي تبدو مشعة حيث بإمكانك رؤية مصدر الضوء ومن النقاط الأخرى على التفاحة حيث تصل فقط هذا الشخص هنا لشعة الغير منتظمة لهذا إذا حركت التفاحة أو حركت مكان رؤيتك للتفاحة نقطة الإنعكاس ستبدو كما لو أني نظرت إليها من هذا الاتجاز سأحصل على عدة نقاط للإنعكاس لأنني سأرأى الضوء لنفرض أن بؤب عين أحدهم هنا إذن هذا هو الحاجب للعين هذا هو البؤبؤ الأنف هنا وصلتك الفكرة لنفرض أن هذا الشخص إذن هذا الشخص هذه أذنه لا أريد أن أتخصص بالرسم الآن لنفرض هذا الشخص ينظر إلى هذه التفاحة الكبيرة هنا لن يرى البقعة البيضاء هناك سيرى البقعة البيضاء في نقطة حيث تصله الزاوية المناسبة حيث تدخل الأشعة لنرسمه في لون آخر لنفرض أن مصدر ضوء هو هنا ومصدر ضوء يصل للأسفل وينزل بشكل مباشر على التفاحة أكثر مما أن تكون زاوية مناسبة إذا كانت زاوية سقوط وزاوية الإنعكاس نسبة إلى سطح التفاحة تستطيع رسمها بشكل عمودية على سطح التفاحة هذه زاوية سقوط وهذه زاوية الإنعكاس إذن هذه النقاط على هذه النقطة تصله كمية قليلة من ضوء ويصله كمية قليلة من الإنعكاس المنتظم لكن من كل النقاط الأخرى لذلك كل من النقاط الأخرى على التفاحة هنا يكون الإنعكاس منتظم سوف يبتعد سوف يبتعد ليس بإتجاه عينيه لن يبتعد بإتجاه عينيه لكن من هذه النقاط يوجد هناك إنعكاسات غير منتظمة وبعضا من تلك ستنعكس إلى عينيه والجزء الأحمر من التردد سيصل لعينيه في كل الإتجاهات العشوائية لذا هذا الشخص هنا سيرى ذلك هذا الإنعكاس سيرى الإنعكاس تقريبا من هنا وكل الجزاء الأخرى ستبدو حمراء ونحن بما أننا على هذه الجهة سوف نرى الضوء يصل للأسفل من مصدر الضوء ويرتد هنا دون أن يصل مباشرة إلى عيننا يصل للأسفل ثم ينعكس ثم مباشرة إلى عيننا للأسفل على هذه النقاط لكن هذه النقاط تصل إلى الخارج إلى مكان لا تصله أعيننا بدلا من أن تراه نرى فقط الإنعكاسات الغير منتظمة هذا عمليا يصل إلى أعيننا على كل حال آمل أنك كنت قادرا على ملء الثغرات التي واجهتك في الفيديو السابق أراكم كريبا ترجمة نانسي قنقر